عن السودان السودان طبعا عشت في كزا مدينة بحكم الوالد الله يرحمه كان موظف حكومة كنا بنتقل من مدينة إلى مدينة تقريبا وأنا صغيرة جدا الوالد كان في منطقة القرب في منطقة السنة الفاشر طبعا عرفي النهر ومنطقة القرب جميلة جدا ومنطقة نيالة يعني أذكر أنه بذاكرتها يعني بترجع وراء كثير إن أجمل المناطق اللي نحن قاعدنا فيها تقريبا ومنطقة جميلة جدا جدا كمان مشينا كأبور منطقة الأبيض كانت ضرطة في كردفان منطقة جميلة جدا بيقول لك كردفان مقرر مخير مبرة فعليا هي الكلام دقي عليها وبعدها طبعا طلع الوالد ضده ومشى منطقة برسودان كنا دي كلها نحن صغيرين أفتكر يعني بحظوظة أنت بتتنقل بين المدين بسبب عمل الوالد نعم فبعمل الوالد يعني كثير من المناطق بيكوننا بنتجول فيها بنتجول بالمركبات الذاتة كانت بتختلف يعني من مثلا كان في زمان اللواري يعني أذكر إنه الوالد كان مثلا من منطقة لمنطقة يقول لك نحن حنسافر بالعفش بتاعنا كله بالسيارات اللي هي حاليا بيسموها الدينا فدي كانت بالنسبة للمركب دي كانت حاجة جميلة جدا جدا ونكون ماشيين في الطريق يعني مسافات طويلة تقريبا أربعة خمسة أيام من مدينة إلى مدينة وبعدها القطار برضو طبعا القطار كان من نيالة الخرطوم أو خرطوم نيالة أو برسودان الخرطوم كانت برضو يعني حقبة جميلة من الزمان الرحمة الله عليه وأبوي وأمي كمان برضو وأخواني نحن ماشاء الله علينا سبعة أربعة بنات وكانت أولاد ماشاء الله فدي تقريبا المحطات اللي أنا عشت فيها بعديها طبعا ونحن بعد ما بدنا نكبر ندخلنا المدارس كاعدة في منطقة مدرمان السورة الحارة الأولى وحيشنا فيها فترة يعني فترة طويلة جدا لحد ما تزوجنا طبعا وبيت الوالد الآن في السورة الحارة الأولى من درمان